فإذن هذه العنصرية اللي أنا عاوز أسيطر عاوز أحكم وعلى فكرة خلي بالك العنصرية ما هيش مسألة فقير أو غني بتستغرب إنه في أجندات اليوم سياسية ممزوجة بالدين بيت يعني مغلفة في الدين وإنه اليوم أحباء بيستغلوا الفقراء والضعفاء وبمشوا أجندات معينة في العالم تدومينيت حتى يحكموا حتى يعني يتسلطوا فيثيروا شغب من هون وبيدفعوا مساري من هون وبيحاولوا يعمل من هون حتى الدنيا تظلها مولعة فرق تسد فأنا إذا الناس مشغولة بالشغب وبالعنف وبالاحتياجات بدل من أنه أوفر الاحتياجات أنه كل إنسان يكون عنده فرصة للعمل وأنه فرصة يعني يكون رب بيته يهتم في بيته ويكون أسرة ويربي أولاده على مخافة الرب وعلى محبة الرب ويربي أولاده فعلا فعلا أنه يحب الآخرين ما يكونش التمييز يقول هذا جاري ما فيش اختلاف إذا اختلفنا دينيا في محاورة في إشياء اللي احنا بنتكلم بمحبة بسلم لكن مش بعنف ولا بكرهية ولا بأي شيء مما شابه هذا وهذا هو صلاة وهذا هو أملي لكل واحد عم بشاهدنا اليوم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر